لحنروح مع الإبداع من عالم الفن والموسيقى شهدت دار الأسد للثقافة والفنون مؤخراً حفل فني لأوركسترا النفخيات رح نحكي أكتر عن هذا الحفل ونحكي عن هيئة الأوركسترا مع القائد والمؤسس إلى وهو ضيفنا بصباحنا غير لليوم الماسترو إيهاب قتش يسعد صباحك صباح الموسيقى الحلوة أكيد صباح الخير شكراً لها الاستضافة الحلوة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بالبداية أكيد حنهنيكن بنجاح حفلتكن يوم الأحد بدار الأسد للثقافة والفنون خلينا نحكي عن النجاح خلينا نحكي عن هذا اليوم المميز كيف كانت التحضيرات 30 عازف خلينا نحكي كيف كنتوا مع بعض كيف كانت الأجواء بيناتكن خلينا نحكي عن كل هدول أول شي شكراً كمان مرة تانية نحنا التحضيرات كانت على مدى شهر تقريباً بدي أول شي أتشكر إخوات العاسفين لأنه هنن مو بس أعضاء بها الأوركسرة هنن عازفين بالسينفونية الوطنية السورية يلي نحنا منتشرف أنه عم نعزف فيها وبأوركسرة المسائلة العربية كمان تشرف كبير إلينا كان في عنا سفر على حلب وعلى حمص وكان في بنص التحضيرات يعني هنن راحوا وتعبوا واشتهدوا عملوا حفلات ورجعنا بعد بيوم فوراً كان يوم جمعة وعملنا بروفات بروفات جنرال جمعة وسبت بروفات كتير طويلة وعملنا الأحد الحفلة وكمان عملنا قبل الأحد كمان بروفات فأبدأت شكرون عبر قناتكم هالمرة كان في غناء معنا يعني نحن أوركسرة نفخيات أول مرة عم نسوي غناء مع بعض فنحنا حتجنا لآلة جيتار وآلة بيس جيتار وآلة بيانو تكون هي المرافقتنا ودعمتنا هلا التحضيرات كبيرة بس كانوا الأخواتنا العاصفين هنن قدوا أدود هننا نقدروا يعملوا كتير يعني تحدينا المصاعب ونحن نحكي كتير عن دوزان هذي الآلات أنه هنه صعب هلا الأوركسرة مألفة من آلات خشبية ونحاسية ومعنى آلات الإقاع يعني مثل ما حكيت يمكن الجهد كل هاته بيروح ونوصل لحظات الدخول لخشبة المسرح ونقابلة مع الجمهور سنرى لحظات ومقتطفات من هذا الجول الموسيقي المميز للأوركسترا النفخيات السورية خلينا نشوف مشاهد من الحفل مع مشاهدين ونرجع ترجمة نانسي قنقر 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 أوركسرة سيمفوني بعاس فينا. يعني من أهداف الأوركسرة نحن أنه نلاقي فرص عمل للشباب السوري يلي عم يطلع عم يتخرج بهذا المهض ما عم يلاقي دائما شغل على هالآلة. وخاصة أنه نحن مثلا بالسيمفوني بدنا اثنين فلوت أو ثلاثة. أما هون نحن عم نلاقي أربعة وبكرة رح يصيروا ستة إن شاء الله. مثلا نلاقي اثنين كلارينات نحن هون عم أربعة ورح يكتر العدد إن شاء الله. أكيد خلينا نحكي أسست الفرقة خلينا نحكي أم تأسست الفرقة. أدى إلى وقت شو الإنجازات التي قدمتوها شو أهدافك من تأسيسها شو هي الصعوبات اللي واجهتكن خلال هاي الفترة. نحن كانت تأسيس الأوركسرة بسبعة ثلاثة بمركز الفنون البصرية. عن الأستاذ غياس الأخراس هو اللي دعم مشروع أول حفلة. أهداف الحفلة مثل ما أنه نحن بدنا. إجابة فرص عمل للخرجين العازفين. طبعا تكبير الأوركسرة كمان تطوير العمل الموسيقي بسوريا. لأنه نحن مو معقول أنه يتخرج عنا عازفين آلات نفخية. وبعدين يطلعوا معاد يتمرنوا مثلا. إنه بيقولوا أنه نحن ما عنا حفلات فنحن معاد بدنا نتمرن. الموسيقيين. وكمان عم نخسروا لما عم يسافروا برات سوريا. يعني نحن بحاجتهم أنه يضلوا ببلدهم. ويلاقوا فرص عمل. كما في شغلة تانية نحن الموزعين الموسيقيين. بغناء المكتبة الموسيقية أدي الشي مهمه؟ بالأكس نحن بفترة إعادة الأعمار. تماما. شكرا أنك ذكرتيني. نحن الموزعين الموسيقيين كمان ما عنا موزعين نحن بكتبوا لهذه الآلات. فنحن عنا أستاذ ناريك كمان تشجع لحتى يكتب هيك أعمال. كينا نصبح عليه ونقول له شكرا على المقطع. والأستاذ مهدي المهدي كمان أستاذ خريجي جديد طبعا سنة الماضية تخرج. وهو يحب المشروع وكمان دعمنا بتوزيعات وكمان بدي تشكره عبر برنامج كون. نحن أول حفلة كانت كثير صعبة. ماذا السبب؟ أول شي السبب أنه ما حدا بيعرف هالأوركسترة وهل رح تنجح الأوركسترة. يعني أنه تيجي العالم تسأل أنه شو هاي نفخيات. أنه شو رح تعملو. فدعيناهن على الحفلة. دعيناهن على الحفلة وفرجيناهن أنه كيف نحن رح نقدم أعمال. طيب مايسترو هلأ قدي خلينا نقول صار الوضع مختلف يعني نحن أوركسترة النفخيات في إلى شبيه بالعالم بشكل عام. نحن بنشوف هذا الشي بالعالم صرنا هلأ نشوف نسخة سورية مميزة. قدي يمكن هذا الشي بيخليكن هلأ صرنا مؤهلين نطلع بهالأوركسترة. نشارك بمهرجانات بالخارج يعني بنشوف فرقنا بشكل عام خلال السنوات الماضية كانت عم تمثل سوريا بكتير. إن كانت فرقة سينفوني بقيادة المايسترو ميساك بكبودريان أكيد من صبح عليه أو إن كانت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله كان في إلون تمثيل إلنا يعني خارج سوريا كان في تجارب مميزة إذا حكينا عن أورفليوس مضبوطة أورفيوس أورفيوس مع أستاذ أندري كمان اللي جاب مغنية سوبرانو الأوبيرا يعني سومية هذا الشي كان كتير مهم نحكي عن هذا المشروع رح تدخلوا بهذا النطاق حاليا رح نشوفكم بمهرجانات برا ونبلش المنافسة إذا حكينا. هلأ نحن أول شي صباح الخير للجميع اللي ذكرنا هون هلأ بس في شغلة نحن أوركسرة خاصة وجديدة يعني نحن لسه يعني هلأ لسهاز أندري دعمنا أنه نحن بهذه الحفلة أنه استقبلنا ومشكور نحن بس ناطرين فرصة المهرجانات نقدر نطلع فيها لبره بخاصة سورية يعني نحن عنا توزيعات لتراز سوري عملنا هلأ كمان اسمعنا فيروز البنت الشرابية هي يعني هي تراز سوري نحن بنقوله ويا محل الفسحة كمان هاي الحفلة عملنا عروزنا مع غناء وعلالة كمان تراز سوري تراز حموي علالة أكيد كان حفلة فيها تنوع خلينا نحكي نحن عن مشاريعك القادمة عفوا نحن بدنا نغني المكتب السوري بهدول الأعمال نحن هلأ صار عنا أعمال نيحا وإن شاء الله نعطرين الفرص أن نقدر نطلع لبره أكيد منتمنى لكم أكيد التوفيق خلينا نحكي عن مشاريعكم القادمة هل في مشاريع هل في تحضيرات شو هي جهود اللي عم تبذلوها بهالفترة نحن عم نحضر هلأ لحفلة مع كورال كمان إن شاء الله شهر اتنين يكون هذا الحفل وعم نحضر لنبلش مثل ما قالت الأنسي نطلع للمحافظات كمان حتى نحن بهمنا ننعرف داخليا قبل خارجية أكيد يعني نحن فخورين دائما بكل إنجاز سوري هاي الأوركسترا هي رح تكون أكيد من الإنجازات السورية المميزة نتمنى لك التوفيق ولكل مثل ما حبيت تسميهم أخواتك العازفين فردا فردا ننقل لهم شكرا ويعطيكم العافية شكرا لك مايسترو على وجودك معنا أكيد من وجه لهم أكيد تحية لكل العازفين وانتوا أكيد حتوصلوا صوتنا بسوريا وخارج سوريا نتمنى لكم التوفيق والتقلق شكرا لوجودك معنا نتمنى لكم